استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو نيجيما أوبيانج مانج الذي سلم رسالة للسيد الرئيس من رئيس غينيا الاستوائية أوبيانج نيجيما تضمنت الاعراب عن تقديره البالغ لمصر وتوجيه الدعوة لرئيس السيسي لزيارة غينيا الاستوائية كما التقى الرئيس السيسي رئيسة بنك التنمية الجديد ديل ماروساب حيث أكد الرئيس عطزاز مصر باستضافة الملتقى الدولي الأول للبنك استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد نيودورو ناجيما أبيانج مانج نائب رئيس جمهورية غنية الاستوائية والوفد الوزرية المرافقة له الذي يضم وزراء الخارجية والأمن والصحة والزراعة وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية ذكر المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن نائب رئيس غنية الاستوائية استهل اللقاء بتسليم رسالة من رئيس أبيانج ناجيما رئيس غنية الاستوائية تضمنت الآربة عن تقديره البالغ لمصر والسيد الرئيس وتوجيه الدعوة لسيادته لزيارة غينيا الاستوائية وهو ما ثمنه السيد الرئيس مرحبا بإتمام الزيارة في موعد يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية ومؤكدا حرص مصر على مساندة جهود حكومة غينيا الاستوائية لتحقيق التنمية ومؤصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين وقد استعرض نائب رئيس غينيا الاستوائية في هذا الإطار مجريات زيارته لمصر التي التقى خلالها السيد رئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء لبحث سبل دفع التعاون الاقتصادي والارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين مشيدا بما شاهده منتقدم تنموي اللافت في مصر بشكل يمثل إضافة حقيقية وملموسة لقدرات وإمكانيات القارة الإفريقية وفي هذا الإطار أكد السيد الرئيس التزام مصر الكامل بمواصلة تعميق جميع أطر التعاون مع الأشقاء الأفارقة مشيرا إلى الفرص الوعيدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين بما يتيح للشركات المصرية العمل في المجالات ذات الأولوية لغنية الاستوائية وعلى رأسها قطاعات البنية التحتية وإنشاء المدن وتجمعات العمرانية والطاقة والنقل والصحة والدواء حيث أعرب نائب الرئيس الغني في هذا الصدد عن التطلع لنقل الخبرة المصرية المتميزة والمشهود لها عالميا في القضاء على التهاب الكبد فيروس سي كما تناول اللقاء الأوضاع القرية والإقليمية حيث سمن السيد الرئيس مواقف غنية الاستوائية الدعمة للقضية الفلسطينية مستعرضاً الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطع غزة كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع بالقارة الإفريقية وجهود تعزيز السلم والأمن القاريين بما يدعم وصارة تنمية الشاملة في القارة كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة دلماروساف رئيسة بنك تنمية الجديد والوفد المرافق لها وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيت وزير المالية تناول اللقاء استعرض مسار العلاقات بين مصر والبنك الذي يعد الذراع الاقتصادية لتجمع بريكس حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد اعتزاز مصر باستضافة الملتقى الدولي الأول للبنك الذي يعقد حالياً بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو الأول من نوعه للدولي أعضاء البنك مشيراً إلى أهمية الملتقى ودوره في دفع جهود تيسير التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية والتعريف بأليات دعم القطاع الخاص ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع بريكس المؤسسين والجدد وقد أكد السيد الرئيس محددات رؤية مصر حول أهمية شراكات الجنوب جنوب في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية مشيراً إلى تطلع مصر لمتابعة الخطط المستقبلية للبنك لسيماً بشأن ما يوفر من الأليات المبتكرة والضمانات والدعم الفني الذي يتيح للقطاعين الحكومي والخاص في إطار دوره الأوسع في المساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي لإقامة بيئة دولية داعمة للاقتصادات الناشئة والدول النامية من جانبها أكدت رئيسة بنك التنمية الجديد تقديرها لانضمام مصر إلى البنك وصدافتها للملتقى مشيرة إلى حرص البنك على العمل المشترك مع مصر للقيام بدور فعال في مساندة الدول الأعضاء وكذا الدول النامية بشكل عام بما يدعم جهود تحسين النظام الاقتصادي العالمي ليصبح أكثر عدالة ودعماً لجهود التنمية كما أشدت بتجربة مصر التنموية الناجحة منوهة في هذا الشأن إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخراً ومشيرة إلى اهتمامها الكبير بالجهد الذي بذلته الدولة المصرية لتطوير المناطق غير الأمنة وتوفير مناطق أمنة ومخططة وحضارية بديلة مما أسفر عن تطور إيجابي ملموس في حياة ومستوى معيشة الملايين من الفئات الأكثر احتياجاً